أكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني سامير صبري أن من أهم التوصيات التي تم التوافق عليها خلال الجلسات العلنية والتخصصية بالحوار الوطني إنشاء منصة رقمية وفقا لأحدث التكنولوجيات وباستخدام الذكاء الاصطناعي تيسيرا على المستثمرين وأوضح مقرر لجنة أن قرارات المجلس الأعلى لاستثمار خلال الفترة الماضية كان لها مردود إيجابي على القطاع وأضف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني أنه من خلال هذه المنصة الرقمية يستطيع المستثمر معرفة كل الفرص الاستثمارية في مصر بكافة القطاعات سواء كان الانتاج الزراعي أو الصناعي أو السياحي بالإضافة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والنقلة